اعتبر الرئيس اللبناني ميشيل عون أن الأكثرية النيابية التي ستفرزها صناديق الاقتراع بالانتخابات النيابية المرتقبة ستكون مؤثرة في رسم وجهة الاستحقاق الرئاسي بعد أشهر وعرب عن استغرابه كيف بدأ الترويج المنظم والمريب منذ الآن لصعوبة تشكيل حكومة جديدة بعد الخامس عشر من مايو وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها مؤكدا أن نضخ مثل هذه التوقعات هو غير بريء لأنه يشي بأن هناك من يريد تحضير المسرح للفراغة وأضاف عون قائلا استباقا لكل هذه الفرضيات المشبوهة وأكد أنني سأترك قصر بعبدة في 31 أكتوبر المقبل ولن أبقى لحظة واحدة فيه بعد هذا التاريخ وإذا تعذر لأي سبب انتخاب رئيس جديد تتولى الحكومة إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية وإذا تعذر أيضا في أسوأ الاحتمالات تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية تناط الأمور لها بعد ترك المنصب بحكومة تصريف الأعمال ولو أنها ستكون مقيدة الصلاحية وعما إذا كان الرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هو مرشحه الضمني لرئاسة الجمهورية علق الرئيس اللبناني قائلا ليس لدي أي مرشح للرئاسة أما بالنسبة لجبران باسيل فهو شخص وطني وأدمي لكنني أرى أن توليه رئاسة الجمهورية في هذا الظرف مهمة صعبة ودقيقة شكرا شكرا